أنت بتفقد ليلى بغفة طيب أروح من أيدك تحبين هذا الإحساس؟ يعني أحب اللي يتعب لي يتعب لك ولا يتعب عليك؟ يتعب علي يتعب عليك ترى مو شرط دائما بس يكون الزوج حتى الأصدقاء حواليك عندك تكون عندك صديقة تتعب عليك صح بلا عندك هذا النوعية في حياتك من صديقات صجم وخلصات يتعبون على صداقة ليلى الكندري على علاقتهم فيها الاستمتاع بثقافتها وحكتها بس أنا صداقاتي مو وايد أصلا يعني معدودة وأكثر صداقاتي من البنات تلاقي إنهم مو كويتيات إيش معنى؟ مو أدري مو عن جوي اللي أحسها تصير معاي كلوز مو كويتية والكويتية لازم أنه في مشكلة وبي باي لازم تصير مشكلة الكويتية رائعة مشاكل بس عندي وحدة كويتية يعني تقريبا صال لي سنتين أعرفها هي هم أكبر مني من العمر بس يعني صايرة مو بيست فرند شنو لقيت عندها عشان تصير بيست فرند طيبة المصداقية يعني تحس أن تقريب معاها مبويهين فيها حب حنان يعني فيها مصداقية تحبك أنت لنفسك طبعا أوجه لها تحية مدام خالدة صاحبة صالون زين ستايل ونعم حبيبتي وطبعا أحس أن أكثر رفيجاتي هم أخواتي أما صداقات متعددة أنت كم أخت في العائلة؟ ما شاء الله لأن أنا عندي من أمي وعندي من أبوي يعني تقريبا يمكن ست منات أنا السابعة كلهم مزز ولا بس ليلة؟ لا لا كلهم أحلى كلهم أحلى هم؟ يطقوني اهي تبتردين البيت بيت العائلة وكلهم قاعد يتابعون مصورين يقولون اي مصورين شو مصورين نزول يقولي يلا وينج شون طالعيني السوشيال ميديا حاليا شي حلو ولا شي ضيق الخوق شوفي اللي يضايق خلقي بالسوشيال ميديا فنان توفن فضح يعني حتى بموتة يعلنون ويصورون مثلا قبرة عزاة هذا اللي أنا ما أحبه على نفسك وايد أضايق أحسي الاستغلال قبيح اي يعني أوكي لو يحطون الشغلات الحلوة أوكي يحطون الفضايح بطريقة مطبيعية يعني ما أحب الشغلات الابتزازية الفضايح المشاكل المحنية لش ما تكون الناس الناس قاعد تدور على هذه المادة عشان الشهرة عشان الشهرة عشان الفيو أنا أشوفها غلط في بروفايلات موجودة في السوشيال ميديا هي موجودة يعني تسوي عقلاتم شو نقول في بعض بروفايلات طاقة شرف يتكلمون في أعراض المشاهير طريقة جدا سيئة ورخيصة وللأسف يمكن نحن نلوم على الوزارات الداخلية أنه ما يتم القبض عليهم بطعن وتألف صور وفبركات وغرض الشهرة عنين شهر بس ويبتزاز يبتز المشهور أنت تعرضت لهذا الشيء ليلى شوفوا يعني الأموال ما تابعوا هيدا أصلا فلما أحد يحط عني شيء الفلاورز نفسهم وهم يمنشنولي ويوروني بس يحقدم أي بس أنا شنو أنا منوع لحقر يعني كم مرة بس اللي رديت على كم أكاونت وبعدها حقر ما يهمني الموضوع عرفتها عادي يعني خلهم يتكلمون وهم عموما قاعد يتكلمون عشان يصعدون من وراي فخلكم وراي يبتزونك أي هو شن الغرض من التشهير والسب والدنيا يعني مثلا لما أنا مثلا أحطت صورة أنت مع زوجت أوكي وأتكلم أن هذا مو زوجت هذا لا هذا لا يضحكوني بالعكس يضحكوني يضحكونت أي يعني أوكي حطيتوا صورة أنا مع ريلي زن أهلي والعموم يدرون أنها ريلي أوكي شن الفايدة بعدين عشان أنت مو شاهرة أن أنا مو متزوجة فلان لفلاني ما رح تصورتي ويها أحترم خصوصياتها ما يحب هو ما يحب الأضواء ما يحب الشهرة فما لدها هي طلعة ولده شما تطلعين مرات بالإسناب حاب للأمانة مو وائد مو وائد حاب لا مو وائد بس عرفتي لقاء يحب عشان أنا فيه بس أنه مو حاب يعني حتى لما نطلع ونصور شيء ما يحب تعتقدين من حقا يقرر يكون طفل مشهور أو طفل غير مشهور أكيد من حقا في ناس وايد تقحم عيالها بالشهرة لما يكبرون يتقدون ترجمة نانسي قنقر